وفي ولاية ويسكونسين التي تشهد طرابات حالياً أجرت مجموعة رفالغا استطلاعاً حور الانتخابات الرئاسية الاستطلاع أظهر تقدم الرئيسة ميكي دونالد ترامب على منافسه ديمقراطي جو بايدن بنقطة واحدة في الولاية أظهر الاستطلاع قابلية للتصويت لترامب بنسبة نحو 46% بين سكان ويسكونسين بينما حاذي بايدن بقابلية بنحو 45% بذلك لم يتغير تقدم ترامب هذا الشهر عن الاستطلاع الذي أجري في الولاية في شهر يوليو